اشتركوا في القناة ومشاكل ومجهود وتقدم في الخطوات دقائق قليلة بس يا لضيعة اللقب طبعا انا بشكر من هنا جمهورنا في السعودية ما سابقناش لحظة وزعلنا مش ان انا خسرت بطولة زعلانة عشان ماشيت النازل زعلانة كان فيه امل كبير اللي احنا بنحارب عشان ناخد البطولة بس ما فيش مقاومات ما فيش جنود عشان تحارب لما يكون عندك جنود طالع جنود ناقصة لو لاحظتوا الناس لاحظت ان انا بسجل تلت حراس في المباراة عشان ما عنديش بنج يكمل بنج اصلا طالع بنواقص طلبت من الادارة عاوز باكليفت تعويض لحسن قداح وسامة ريميكي من تونس لقى فلوسه كتير طب عبدالله امام بقريت الفين من نادي الطيران فلوسه كتير طب يا جماعة عاوز دعم للفريق انا جاب لعيبة كويسة جبت احمد سامح جبت مؤمن ونجريت في الشام صلاح جاب لعيبة كلها احمد وليد جون كلهم اولد من ستة وتسعين لتمانية وتسعين لألفين لألفين واثنين بابني مستقبل الفريق عشان يبقى فيه توازن عشان تقدر تكمل ما يحصلش في الفجوة والفرقة تقع فجأة ما فيش حد بسا طب يا جماعة انا مسافر للبطولة اه ان شاء الله طب امتى اكلم يا كابتن حمادة والله يا احمد بنسبة تسعين في الماء احنا مش هنسافر طب ما تقولش للعيبة عشان اللعيبة تبدأ من مركزة وفي اللي احنا شغالين فيه عشان ما يحصلش اللعيبة لما يعرف ان هو مش هطلع البطولة بيريح بيريح طب يا كابتن اعاوز ما جيش بكرة اطلع اصيف ما تقولش اللعيبة طب اكلم ما سقول سيد احمد دي عبس يعني كلمته تاني يوم ما احنا مسافرين يا سيد احمد احنا مسافرين قال لي اه طب امتى بكرة ما اعرفش قبل السفر بيوم قبل السفر بيوم وكان بيكلم الكابتن حمد عباري وانا خدت منه التليفون عشان اكلمه قال لي يا كابتن انتو يا جماعة لو انتو مش جاهزين نعتذر قال لي لا مش جاهزين دي بايه نوع الجانب زي يعني احنا كان عندنا فيه جواب جالنا من الاتحاد المصري لماتيو المدرب الاسباني اللي قبيه انه هو له 93 الف دلار من اسبوعين انتو يا جماعة خلصوا عشان ده جاي من الاتحاد الدولي وشاكي واحنا مش هنلعب البطولة العربية قال لي ما تسفعوا ولا كأنك بتقول حاجة ولا كأنك بتقول حاجة ولا لأنك مش هتعرف تعمل حاجة احنا في الاخر اصرفنا ودفعنا ليه وسفرنا وعطعنا تذاكر وطلعنا ليه ودفعنا الاشتراك البطولة وطلعنا ليه طب لما انت معاك امكانيات تم ترتب نفسك وبالجدولة كده وتكلم الناس اللي كان باين وكان بيجي وظهروا على فترات الفرقة جاهزة فنيا اقول هم جاهزين فنيا انت جاهز الفلوس تتفحها ربنا يسهل فلوس الاشتراك فلوس الاشتراك وفلوس راما بتاعت جرانبا وبتاعت ماتيو اه لا احنا جاهزين وكلام طب يا جماعة ده مين اللي كان بيقولك كده كان الكلام ده مع الستاذة احمد مرتضى طب يا استاذ احمد بعد ازدك لو طلعين البطولة اللعيبة بقالها سبع شهور ما ابضتش اه ادوهم شهر بس سبع شهور اللعيبة ما ابضتش اللعيبة وغدا من قيمة عادها السنة اللي فاتت اه ممكن تلاتين في المينة عربعين في المينة اه ده على مستوى كل الالعاب تقريبا جوا الزمالكة الوضع ده اه متفوتة 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 اه ازاي كان اللعيبة بتصبر السبع شهور هقولك ليه بتصبر عشان فيه واحد اسمه احمد الاحمر كان ايه دوره دوره احمد الاحمر احنا طبعا لعبنا في نادي الزمالك وكنا كباتن اه بس احمد الاحمر الضغوط اللي عليه اه الفترة اللي فاتت دي اه ككبتن فريق احمد الاحمر فيه ناس اه جايبينها الفريق بينه وبينهم حوالي 15 سنة يعني احمد الاحمر دي بالنسبة لهم حاجة كبيرة قوي ايه يقصبره اه اللي معاه يعني يقول له كبتن ما معيش فلوس اه من غير انا ما اعرف ولا زميله يعرف اه احمد يساعده انا كان قدامي لما محمد اخويا عمل عملية وصفرناه الامارات النادي ما كانش فيه معه فلوس مزبوط جزء دفعه احمد الاحمر وجزء دفعه حسن يسري وجزء دفعه كابتن حمد عباري لان الوطر ده كان لازم يسافر تاني يوم عشان ما يعربش مزبوط وبعدها لاحقا وبعد كده خد الفلوس من النادي بس احنا كهندبول مفهوم احنا بنساعد بعض كابتن حمد عباري اه لما طلعوا شهر للفريق اه اللعبة الجديدة لسه العود بتاعتها مع تماما امتى طلع الشهر ده طلع قبل قبل السفر بيوم قبل السفر بيوم ده كان ايه غرضه او ازاي تم تجهيز الراتب الشهر ده اللي وصل للعيبة اه من النادي اه النادي هو اللي دفع ايه ففي عندي مثلا اربع لعيبة جابه بجداد اه الحود بتاعتها لسه ما اعتمدتش اي مين اللي دفع مين كابتن حمد دفع 300 الف جنيه من معاه كابتن حمد عبدالباري كابتن حمد عبدالباري دفع من جيبه علشان يعرف يقيد اللعيبة قبل البطولة 300 الف جنيه كابتن حمد عبدالباري له المدرب ماتيو كان قدامي سالف من الكابتن حمد عبدالباري 30 الف دلار المدرب الاسباني كان سالف من المدير الاداري 30 الف دلار ولما عشان نحل المشكلة بتاعتنا ديت اه قال لي ماتيو انت ليك 63 الف دلار تاخدهم وده احتزل عن المشكلة وانا اتصرف مع النادي 30 الف دلار بتوعي لأ معلش تشرح لي الحلطة دي تاني يعني ماتيو له كام 93 الف دلار تمام هو سالف من الكابتن حمد عبدالباري تلاتين قال له ملكش دعوة اكينا خدتهم وهنكمل عليهم هتديك 63 هتديك 63 من جيبي برضو لا من النادي من النادي تمام فانت كده شكرا وتنازل عن الشخص وانا هباخد التلاتين وانا هاخد التلاتين الف دلار ديت من النادي رفض ولا ايه لا طبعا ده اللي حصل ده اللي حصل ده اللي تم فلاح عشان تم عشان كده كان بيتقال دايما ان الراجل دي 63 الف دولار ايه رغم ان هو 93 33 بس كان فيه 30 سابقا دفعها الكابتن حمد عبدالباري خلال البطولة طلعت ضربت قنبلة ايه كنتوا كسبانين ايه مباراة او كان اول انتصار في البطولة بعد لا لا انا احنا سفرنا اه يوم البطولة على طول كسبتوا عين التوتا اه سفرنا بالزبط احنا وصلنا القاهرة الرياض مزبوط فاحنا كلمنا المدير البطولة هم هم عاوزين اوتوبيس يجينا الرياض قال لهم لا انا بحجز الدمام طبعا اوتوبيس يجي لك الدمام فما وفقوش هم فخرجنا لقينا اوتوبيس هم الجمهور هو اللي جاب هون الجمهور فعلا ومزبط مع الرجل ويوصل بسرعة هم ويجاب ليونا اكل ناكله في الاوتوبيس عشان نوصل على المباراة هم وصلنا الساعة كامة 12 الدور قبل المباراة بساعة قبل المباراة بساعة 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 وصلتوا الملعب او وصلتوا من مدينة الى اخرى قبل الماتش بساعة بساعة اللعبة بادية هتون براح واحدة واحدة اطلاط جاهز نفسك لازم تركز لان الاصابة بتيجي من عدم التركيز انا خايف مثلا في ماتش ازا ده حد يتمزقلي حد يجي له رباط صليبي حد موجهد انا مسافر مثلا الطيارة كانت الساعة اثنين فمشي من بيتي الساعة تسعة بالليل وصلتي تاني يوم من غير نوم من غير اي حاجة واصل الساعة تنشر الضهر اه كانت ايه كواليس الوتوبيس اربع ساعات الرحلة خمس ساعات خمس ساعات كنتوا بتتكلموا في ايه او بتتعاملوا ازاي بعد كل الضغط ده وبعد كل الرحلة المرهقة دي وبعد اخر ثانية مش عايقين هتلعبوا كنتوا تتكلموا في ايه يا كابتنا احنا هنكسب احنا هنراحين البطولة هنكسب احنا لو ملحناش اول مباراة برضو هنكسب المطشات وهنتقاهل وهنكسب البطولة بس انت برضو انا رحت البطولة ومعايا مثلا لعيب جايبوا عارة من نادي هليوبلس اسمه ابراهيم عربي من نادي هليوبلس قلنا الراجل ده عشان بيدافع في اتنين عشان لما يكون الناحية التانية التغيير الناحية التانية هيبقى دافع في اتنين وبالعب وانجرايد هيبقى حلل اللغز بتاع مين احمد الاحمر عشان معرفش اغيره من باك لهنا نعم خدنا معانا وسافرنا وكل حاجة رحنا هناك لأ الهليوبلس طلبة 100 الف جنيه وتتحول بنكي يا جماعة مش هينفع قالك لهو كلا ومش هينفع يلعب مش هينفع يلعب ليه عشان النادي طالب تحويل فما قعد معانا وملعبش ملعبش ملعبش كلمت واحد تاني من نادي هليوبلس اسمه وحمد عبد الرحمن راجل فرود ومدافع في ثلاثة عشان عندي نواقص في المركز ده كلمت هليوبلس سبورتنج كابتن مران رجب مشكورا وكلم الإدارة عندك وجاب موافقة كابتن حمالي عاوز الراجل ده قال لك قلت له هجيب لك حجز وكلمت ناس عمله له حجز حد بس يدفع له التيكت عشان يجيبه يجي من مصر للسعودية كلمت مين تقوله حد يدفع التيكت نتصرر وكابتن حمد عبار وكابتن حمد قال لك أما معيش هدفع فلوس تذكرها أنا دفعت كتير طبعا وانده عنده حق مش كده طبعا طب والنادي نفسه كان ايه موقفه ولا أي حاجة ولا أي حاجة ولا أي حاجة أنا لو كان معايا بس محتاج باك رايت لأن الباك رايت بتاعي قبل البطولة بأسبوع فسخ عاده عشان فلوسه ومشي اللي هو مصطفى بشير تمام عشان فلوسه عشان فلوسه معرفش ده يستحمل بقى سبعة مور دي خلاص معرفش يستحمل ماشي ووسامر ريميكي الباك ليفت تعويضة اللي حسن أداح والناس بانت اللي في باك رايت عندي نواقص في الباك رايت تاريحة الأحمد الأحمر وعاوز باك ليفته صريح بيدافع في ثلاثة اللي هو سامر ريميكي اللي أدري أقولك فلوسه كتير فأنا شايف ده كان السبب وراء القنبلة اللي أنا لسه بتكلم عنها دلوقتي في تصريحاتك الإعلامية من خلال إحدى القنوات العربية أنا عابل المطش بتاع الهدى المطش الثالث أيها ماشي أنا وكابتن حمادة فقابلنا مدير البطولة تمام يا كابتن حمادة فين الفلوس الاشتراك أعم قال لها جاية والإدارة جايبها النهاردة وجاية ومش عارفي يا كابتن حمادة جاي لي جوابها هوت إن انتم متلعبوش أنا بلعبكو على مسؤولية الخاصة ولو ما جايبوش أنا هتحبس وانتم مش هتلعبوا المطش الجاي أعم تم ما عالش عشان خاطر والله هو جاي ويجاب الفلوس مش عارفي خلصنا الكلام معاية الكابتن حمادة متوتر وعما يكلم فلوسيز أحمد مرتضى والنبي أحمد وعشان قاطر حمادة أنا في مورطة ومش حارفه ولقيت حمادة ودمعيته وكابتن حمادة دمعيته قريبة قوي لقيته قلت له خلاص يا حمادة إهدى إهدى فأنت قبل المباراة ومطش اللي هو ده مطش قوي في الملعب ومجدود وقال لي بعد المباراة لقيته الرجل هو فين الكابتن حمادة بعد المطش مدير البطولة تاني مدير البطولة قال لي نا قلص المطش هتلاقي الفلوس قال لنا عمالي دور عليه يا كابتن ومش لقي كابتن حمادة هو فين قلت له موجود ما تخافش يا حمادة قال لي يا كابتن انت المطش الجام مش هتلعبه قرار واضح الفلوس لو ما جاتش النهاردة انت مش هتلعب هنا قررت تتكلم هنا بقى هو أنا هو أنا مستحمل ليه هم هم الناس دي مسؤولة زي ما أنا مسؤول كده هم الناس دي يتعاوزين يساعدوا نادي الزمالك وياخد بطولة هم الناس دي كل واحد همه ان يوعد عالكورتش وخلاص هم الناس دي همهم ان هم يسفرون يغورونه من قدامهم وما همش دعوا بينا وطلع الناس يتكلم يقول لك دعاوز يهرب اهرب من ايه اهرب من ايه اهرب من معايش ما معايش ناس احارب بيها اه انا بشكر لعبتي من هنا كل لعب على دماغي من فوق ان هو استحمل عصبيتي واستحمل اللي اتعمل فيه واستحمل ان اللاعب مش قادر ياخد نفسه ومش قادر ابص كده عشان انزل اللاعب مش لاقي لعب لا ده اللي عملوه في البطولة ده اعجاز مش انجاز اه مجرد الوصول النهائي اعجاز ان توصل للنهائي شوف كل الفرق جايب بمحترفين الكويت الكويت ده تلات لعب اللاعب بخمسين الف دلال في الشهر اه توقيت خروجك والكلام بالشكل ده غير ان الادارة انتقادته البعض من الجمهور حتى تساءل ازاي عمل كده في وسط البطولة هل فكرت وانت بتتكلم انه التوقيت ده ممكن يبقى مضر للفريق بانك تقوله بالتصريح بالشكل ده في الوقت ده اللاعبه منهج ضعب احنا بص اللاعبه في حتة تانية لوحدية اه انا قلت اتكلم واصرخ عشان يبقى فيه حد يحلنها انا اتفضي ما بقيتش عاف اعمل حاجة ما بقيتش معايا لعيبة احارب بيها واكسب عشان اكسب البطولة ولو خسرت يقولك ده مدارة فاشل ما فيش حد يعارف حاجة هو ليه ما ننزلت بقى راية تانية مكان احمد احمر هو ما فيش هو ما فيش باكلفت تاني ليه اللي ينزله مكان ده ما ما فيش هو مثلا فيه المدافع تاني ما فيش هل الصرخة دي جابت نتيجة؟ انا قلت عن نفسي انا لما هتكلم كده مية في المية انا مش مكمل في ناس زمالك مية في المية ان انا هترحل وامشي اه ده انت قلت في خلال التصريح قلت سواء كسبت او خسرت انا مش مدير فن الزمالك انا مش مدير فن الزمالك انا انا عندي ولادي اه اه وفاتح بيتي ووليا انا كبير اخواتي ومسئول عن حاجات كتيرة انا الضغط اللي انا فيه ده لا يتعب لي عصابي اه اليهت على صحتك اه مفيش حد بيساعد اه انا طبيعتي اه 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 عصبي يعني عاوز اه في التمين اكسب ما بحب الشخصة في المسيطات الودية عاوز على طول اكسب 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 انا اخدت كده وانا وانا بالعب على ان انا اخد اكسب اكسب كل البطولات اه وما فوتش بطولة واكسب واكسب مفيش حد بيساعدك اه توقعت ان تقال وترحل من السعودية ايه اللي حصل الاول ما قلت التصريحات كان رد فعلي رسمي حتى لو في الكواليس محدش اقالك ولا رحلك يعني اه هو بعد الموضوع ده ما سمع يعني انا خلصت لقيت الدنيا مقلوبة وهنا في مصر مظبوط الناس بتكلمني هو ايه اللي حصل ومش حال فيه لقيت الموضوع سمع وكبر وطبعا مجلس ادارة كله اتدايق مني ان انا قلت الكلام ده على فكرة الوحيد اللي انا اداني فرصة ابقى مدير فني الوحيد كرئيس نادي مرتضى منصور الوحيد اللي ادى لك الفرصة مرتضى منصور بعد ماتيو جرالد اه اه وما فيش قبل كده في المجلس ادارة ما ادوميش فرصة تمام والرجل ده علاقتي بيه كويسة جدا اه بس انت شبل مفهوش طب طبعا بمعنى بمعنى لما تكون فيه حاجة غلط لازم تقول غلط اه انا طبيعتي كده ايه الغلط اللي في الزمالك ايه الغلط في الزمالك ده ما فيش منظومة صح مم ما فيش منظومة صح يعني انا ما عرفش انا هسافر ومش هسافر طب انا هجيب لعيب ده ولا اه هجيبه لكم وما يجيش اه هسافروا وبوادر ما فيش صفر اللاعبه لا انتم سافرين لا احنا هنكسد احنا 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 طب مين اللي هيدافع ما هو رئيس النادي ده وانا رحت اتكلمت معاه قلت له يا استاذ المرتضى بعد اذنك ما تحطناش في جملة مفيدة مع كابتن حسين لبيب او كابتن شام مصر انت رئيس النادي ومسؤول عننا واللعبة ديت انت رئيس النادي ليه رحت قلت له الجملة دي تحديدا حسيت انك كل ما هتبقى بالطالب بحقك هتتخون ويتقالنك تبع الجهة التانية ايوة اهو انا سمعت ان مثلا ده ممكن يكون حسين لبيب هو اللي قاله اللي قاله يطلع يتكلم في الاعلام بالشكل ده كابتن حسين اكبر 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 ان هو اللي يقول كده اه اكبر ان هو يقول كده لانه حاجة كبيرة في الهندبول بالنسبانها وهو عارف احمد اطر ما فيش حد يقدر يقوله قول كذا ما كانش في بالك في اي وقت من الوقت وانت بتقولي التصريح ده كابتن احمد انه اه انا بقى طالب بحق لعبتي ومعنديش جنود لكن في نفس الوقت انا عارف ان التصريح ده ممكن يوقع الادارة دي ويجيب ادارة من الكابتن حسين لبيب اللي انا علاقتي به قوية لا خالص ولا فكرت في كده اه ولا فكرت في كده انا كل اللي همي نادي الزمالك انا كل مدى شايف النادي كرف النادي ككل النادي ككل وبعدين انت بتخاطب ناس هما مش فاهمينك انت عايز ايه اه يعني بمعنى ايه مش فاهمين انت عايز ايه يعني بعد سيطة المستشار لما ساب مثلا انت بتكلم السيد احمد دي عبس اه ناس مسؤولات كبيرة عالناس دي مرتضى منصور اه كارزمة بيديك قرارات لا اخد يا احمد فلوس لا امسك انت يا احمد رجل بياخد قرار ازا كان صح والغلط هو صح بقرار اما الاقدرة لا سوري يعني انا ما شفتش قلتولهم كذا اخدوا قرار طب هنرد عليه ما بيردوش عايز لمرتضى منصور اضر بالنادي مش عاوز اقول ضر النادي ومش عاوز اقول فادي النادي عايز تقول ايه بمعنى احنا كشعب مصر او جمهور او ما بيحبش حد يطول كتير بنمل مفيش جديد بيحصل اه يعني انت عارف لما نكون مدابة ماسك بقاله خمس ست سنين اه لو ما فيش جديد الناس هتمل منهم اه احنا عاوزين نشوف الجديد تمام هيفيد هنقف ضر بس لو انت ناجح الناس عايزك تكمل طبعا اه بس احنا دلوقتي انا دلوقتي ناجح انت ككابتن احمد يعني كنادي اه اه لا طبعا انا كهندي بول السنة اللي فاتت خاصان خمس بطولات مظبوط من سبعة اه الناس طبعا السيد احمد مرتضى مشكورا اه تكلم الكابتن ايشام اه قال له يا كابتن ايشام نعمل ايه في الهندبول اه قال له اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة اه خلاص يا كابتن ايشام نصر اه اه سمع منه ومعملش بلح اه بلح بلح ولا فيه اي حاجة بتحصل يعني اعمل كذا حاضر يا كابتن اذا رحيل الادارة يفيد مش يضر ده اللي تقصد تقوله انا ده اللي استنتجته لا انا شايف انه يبقى لازم فيه جديد لازم فيه جديد لازم جديد ايه اللي على مجلس الادارة اللي جاي ايا كان مين اللي هيتولى سواء الرئاسة او عضوية المجلس انت ك كممثل لفريق كرة اليد اللي بالنسبة للزمالكوية اكتر حاجة بتفرحهم لكن دلوقتي بقت من الحاجات اللي برضو بقت تزعالهم ايه اللي مفروض يحصل في الايام اللي جاية من مجلس الادارة والله انا شايف مجلس الادارة يبقى فيه ناس متكافأة يعني متكافأة في التفكير في الادارة لازم يبقى فيه واحد جوه مجلس الادارة للالعاب الصلاة لعبها اذا كان طايرة بسكت عن ديبول لازم يبقى لعبها وحسسها عشان يبقى قريب لنا نعف لما انخطبه يبقى فاهم امتى يصبر على المدرب وامتى ما يصبرش على المدرب عشان لعبها يفهم المدرب ده يعني يدي له فرصة عشان يبقى عندنا كادر لعيق مدرب ولا لا هو شكرا على لا ولا نخليه مساعد لا لازم يبقى مجلس الادارة مثلا اذا كان واحد بسكت طايرة هنديبول يمثل الثلاث ألعاب عشان يبقى لما نكلمه يبقى احنا برضو واثقين فيه فاهم لا ده العدة غالي ليه احمد لا اما يكون حد ما لعبش رياضة بيت بقى صعب علينا شوية طيب كنت قلت انه سواء كسبنا البطولة او خسرنا احمد هتلر مش مدير فني فريق كرة الرياد في الزمانيك ده كان قبل استقالة المجلس هل لسه على موقفك ولا الاستقالة غيرت موقفك انا قلت لو المجلس ده مكمل انا مش هكمل اه لو المجلس اللي جاي او اللاجنة شايفة ان هما يجيبوا حد غير رحمة كتلر على عيني وعلى رأسي لكنك مش مستقيل دلوقتي لا 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 مش مستقيل هما يعني هو سبحان الله يوم ما انا اتكلمت التصريح ده وكانوا قاعدين مجلس ادارة عشان بي هيقلوني سبحان الله كما هيقلوك اه بعد تصريحاتك بعد تصريحات عامل مجلس ادارة عشان يقلوني اه وانت هناك وانا هناك سبحان الله ايوا بتاعة ربنا اه عشان انا على حق اه وما بكذبش هما الاستقال وما خافش ربنا هقولك ايبع لهم اه لان هقولك حاجة بسيطة قوي انا رجل فلاح وامتعود ان انا اقول الصراحة اه ومتعود ان انا مخافش ان اكل عيشي اه لا الحمد لله كنت بر بوالدي ووالدتي فوما تتخين اه فلما يكون والدك والدتك برين يعني يتبر بيهم اه وتحت رجليهم وراضين عندك مفيش حد في الارض يقدر عليك هل فعلا كان فيه تفكير باقالتك وان احمد لاحمر يتقاله انت كابتن ومدير فني لحد ما نجيب مدير فني وانا اتقالت على قناة الزمالك وهل فعلا كانت امر واقع كانت فكرة واقعية اه انا هقول هو كان يفكره في كده يعني لما يتكلم سوز احمد عبدايم اولا كان لعيب طايرة في نادي الزمالك يعني لعيبها اه لما يقول احمد لاحمر كابتن فريق ومدرب اه يعني ازاي يبقى لعيب ومدرب ازاي اللعيب وهو بيلعب في المباراة ومجهد بدنيا فالتفكير بيقل ازاي هيغار زميله ازاي هيطلع هو وينزل واحد مكانه في مركزه ازاي هيسحب لعيب في مركزه عشان هو يلعب ده تفكير يعني الناس اضحك يعني مضحك يعني انا مش عفا اتكلمت مع احمد لاحمر في القصة دي لما سمعته التصريح ده بص عشان بس تعرف احمد لاحمر ده انا كابتن مصطفى والده اعم كان لعيب جامد اوي ربنا يديره الصحة والعافية والعافية طبعا انا ما بخشش اسلم على كابتن مصطفى اللي اسلم وابوس ايده زي والدي اعم واحمد لاحمر ما بيقوليش الله يا بابا احنا أصل Laygit بيقول كذا احمد لاحمر لغاية دلوقتي او كل الفيغة بتقوليش الله يا بابا يقوللدك يقوللدن primero احمد لاحمر علاقتي بي يعني ابني حيات عشان احمد لاحمر كان مخضوق عنه قلتلهم تعرض عليك ايه حيات يعني عشان كان مخضوق عنه وokratخني قلتلهم senzann تعرض عليك ايه يعني حيات كده يعني قبقى ضد احمد لاحمر الطلب منك ايه لا مش من المجلس ناس مقربة يعني ناس مقربة من المجلس انك تعمل ايه في احمد اني مساء اروح لحد معين ان انا اقول له معلشي وان احمد كده ويعمل فيديو وينزله لا مش فاهم مين يعمل فيديو وليه انا مش هقول اكتر اوضح لي الطلب منك انك تقول لي مين ايه يعني حاجة ضد احمد انك انت اللي تقول كده ولا تخلي حدي يعمل كده لا انا اللي اقول كده تطلع تعمل فيديو تهاجم احمد لاحمر ده حدي من الادارة ولا اريب من الادارة بمعنى ايه اريب يعني عشان الناس تصدق الكلام ده لا لا ولا هجلب ليه وانا على فكرة طبيعتي واللي كله عارفيني ان انا ما بعرفش حور يعني الدماغ قد كده الغلطان بقول له غلطان والصحة بقول له صح فانا ما بعرفش اعمل حوارات فانا احمد لاحمر ده بالنسبالي حاجة كبيرة ولو كانوا اقلوا كان الفرقة كلها مش هكمل البطولة لو كانوا اقلوا ما كانش الفرقة كلها هتكمل كانت الفرقة كلها مش هتكمل ولا حد هيقدر على الفرقة ان هم عشان احنا مرتبطين ببعض جناب قوي يعني انا مش مدرب انا حم الكبير ايو احمد لاحمر جيه قال لك ايه طب يعني هل هزر سخر ضحك خدها بجدية لما الناس في القناة الزمالك قالوا انه ممكن هو اللي يدرب قال لك ايه ضحك طبا ضحك قال ايه ده يا بابا انفعش ايه يا بابا ده اه ده مينفعش لا اهم بس بيقولوا بس كده وخلاص كابتن حماده عبدالباري من هناك عمل مداخلة يومها وانتقد تصريحاتك او يعني قال عكس تصريحاتك هو كابتن حماده طلب منه من مجلس الادارة انه هو يطلع يكذب الكلام احمد هتلر اللي قاله طبعا لان كابتن حماده زي ما انا احنا اتكلمنا انه له فلوس كتيرة في النادي ولو ما كدبش فلوسه ده ممكن يمشي وما عرفش اخد فلوسه فحماده مغلوب على عمر زعلت منه ولا قدرت موقفه لا انا على فكرة بقدر كابتن حماده قوي اه وراجل بشوفه بيحللي مشاكل كتيرة وانا عرف انه هو الضغط عليه عشان يقول الكلام ده عادي وحتى طلب منه انه هو يتكلم الناس اللي هم بنزلوا الخبر بتاعنا انا بيتكلم فيه يجي برضو يتكلم ويجم ويتكلم والناس كلموني قالت لهم مش هنزلوا لانه يش بين انه هو كلام مش حقيقه مش حقيقه هو انتو ليه سفرتوا على مرتين اسئلة سريعة بقى شوية هو عشان حضرتك انت مش منظم ان انت تحجز تذاكر لانك في الوقت ده في المدرسين عودة للسعودية فكل الطيران فول اه انا عارفك اشتغال في شركة عارف شركة طيران اه فانا عارف التذاكر بتتحجز ازاي والكلام ده فانت ملاقصب مكان انت جزء سافر قبل البطولة وجزء تاني يوم جالي على بالليل اه اللي هو احمد لاحمر وكذا كانت اخر ليه احمد لاحمر عن الفرقة طبعا عشان طيرانه وكان والده بيعمل عملية في نفس اليوم عشان انا دي قلت معلومة والتها في حبيت اتأكد بس ان هي حصلت كمين رئيس البعثة معاكم كابتن حمد عبدالباري كابتن كمان حمد عبدالباري ماذا يحتاج فريق اليد في الزمالك ليستفيق بعد خمس بطولات ضائعة من اصل سبعة الموسم العدة عشان نكسب وناخد كل البطولات وما نخسرش ولا بطولة باق ريت يعني ورى احمد لاحمر تمام حسن الداح باكليفت يدافع في ثلاثة ماشي جول انا اتكلمت كان اسم لعب بوجي نادي الطيران وراح هليوبلس طلبهم برضو مبالغ كبيرة فمعرفتش اجيبه عبدالله امام برضو الطيران طلب فلوس فالنادي قال لك فلوسه كتيرة اسامان ريميكي قال لك فلوسه كتيرة في مصر مفيش باكليفت اجيب ويلعب في نادي الزامج عشان اخد البطولات دي ايوه في مصر مفيش باك ريت عشان اكسب البطولات دي تمام هل الادارة الحالية وعدتكم بمستحقاتكم خدتوا شهر من اصل سبعة هل حصل تواصل مع اللجنة الحالية قالت لكم هتاخدوا فلوسكم احنا مش فارق معنا موضوع فلوس اكتر انا بناشد وزير الشباب والرياضة من هنا ايوه انا هلعب المباراة بكرة آه الفين واربعة مش هقدر عالعب بعشرة لعيبة اه ويوم الجمعة انا هطر رقى تقول هتلعب محطر مش هقدر يلعب بعشرة لعيبة واللعبة جاي موجهدة من البطولة مش هيتقيد لك أكتر من كده طول ما انت ما دافعتش كمان عام كده أول مباراة في الدوري لازم أبدأ طرقة قوي مظبوط لازم يسجل للعيبة دي نفهوم كريم هندوي لعب في البطولة مع الزمالك من غير مقابل فعلا؟ طبعا كريم هندوي عشان بس الناس تعرف بس كريم هندوي من أرجل اللعيبة اللي أنا من سنة 3 وسائل غير دلوقتي لعيبة رجالة ومحترم ومتدين في كل صفات محترم جدا فعلا كل صفات محترمة كريم هندوي جاي قال لهم أنا هلعب معكم بدون فلوس إذا سوبر أفريقي بطولة أفريقيا أنا معكم في أي بطول عشان ما بقاش ضغطت عليك بأسئلة كلها عن موضع صعب سؤال الأخير عن ذكرياتك بالتتويج بكأس الكؤوس الأفريقية قدام الأهلي بعد أيام من التولي المسئولية إيه ذكرياتك اللي حصلت ساعتك؟ أنا طبعا فرحان جدا كانت أول بطولة بموديل فني وفي بعض خسارة كتيرة قوي السوبر الأفريقي أمام الأهلي كمان يعني خاصة بطولة عربية خاصة بطولة أفريقية دوري كاس سوبر أفريقي قمس بطولات مزبوط إن أنا أمسك بعد كده فأنت بتقعد تشتغل نفسيا وفنيا والكلام ده وبطولة جوه نادي الأهلي ونادي الأهلي هو اللي أخذ منها بكل البطولات ده وتكسبه ده حاجة كبيرة بالنسبة لي وشرف لي إن أنا أخذ بطولة كده وشرف لي إن أنا مرن المجموعة اللي في الفريق الزمالك ده للوقتي عادي أقول لك حاجة بعدما خذنا البطولة دي دي كانت أقوى بطولة هندبوه نادي الزمالك أخذ ده في تاريخه كأس الكوس كأس الكوس في تاريخه في تاريخه سمعت التصريح ده من أكتر من لعيب الزمالك والكابتن حسين اللي بيبقى لهنم كان الكابتن حسين بيكلمنا يا جماعة خلي بالكم لازم تكسبوا البطولة يا جماعة ما ينفعش نخسر لو قسلنا البطولة دي تاريخي اللي هندبوه الـ 42 سنة انتهى أخيرا كلمة تحب تقولها لجمهور الزمالك طبعا جمهور الزمالك ده حاجة بالنسبة أنا محستهاش وأنا لعيب حستها وأنا مدرب حستها إزاي بيقدروا الراجل اللي يحب النادي عشان النادي مش إنه هو خايف على مرتبه خايف على منصب خايف لا أنا بناشد جمهورنا الزمالك أنا آسف إن أنا مقدش البطولة ومشتكوا مبسوطين وفرحانين إن شاء الله هتتعوض وإن شاء الله البطولات جاي كتيرة وهنعوض كابتن أحمد رمضان هتلر نجم الزمالك في كرة الرياد والمدير الفاني للفريق نورتني وشرفتني وحمد الله على سلامتك مرحبا نورتنا قبل الختام بنشكركم بكل تأكيد لكم منتخبنا المصري لكرة السلة انتصار تاريخي على المكسيك بنتيجة 100 مقابل 72 مع تألق لأسماء المنتخب بالكامل وأبرزهم أبي إيهاب أمين وعاصم مرعي إذن مبارتنا المقبلة يوم الخميس ستكون مع منتخب الأردن اللي هو جاي من المجموعة التالتة والمكسيك نفسهم هيكونوا معنا لكن مش هنلعبهم صعدين كلنا بنفس نقاطنا وفي انتظار إما اليونان أو نيوزيلندا لنواجههم كما سنواجه منتخب الأردن اللي بكرة عندهم واجهة قوية جدا مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في ترتيبات جيدة بعد ما خرجنا من دور المجموعات لكن متواصلين هناك في الفلبين كل فريق العمل بيحييكم وتحياتي هاني حتحوت غدا اللقاء جديد إلى اللقاء